اشتركوا في القناة 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 فاقم إنه تكن من المفق بأن الأن احسن تكون قد ترغيبا مجلولتك أهم الناس التي تدعمت أجده مساعدتنا سأرأي إذا ذكرت بأن الإخ síntesis المجلول صعبتنا بعض المجلولات في المساطين هل تعتقد أني تهتم الأمر بأن تنفعت أني تهتم معها؟ نعم، 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 نعم أخبرتني، نعم، 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 نعم إنه يعتقد أني يجب أن أكون تغير أخرى فلقد وضع الظلم يجب التحدث باللغة التي يفهمها كل المتابعين واللغة التي يفهمها كل المتابعين بالنسبة لي الموضوع للغة ما عنديش مشكلة سيئة لوداني حيث قلت في تعليق آخر بإن أنت ربما ما فهمتش الصديق فاش كنت يهدر باللغة الأمازيغية إذا كنت تكلم كل المتابع بالهجاتي فلن تعمل فائدة أنا الآن لا أفهم ما يقول الشخص الذي يتكلم وأنا أمازيغي مرحبا بك ممكن أنك تصفت في القيست وتنت تهدر باللهجاتي لكن شوفه واش غادي نفهمه كل ما غادي نفهمكش العموم المسألة دي اللغة أنا غير ما يتكلمش ليه الواحد إلا كي يهدر ما يهدرش ليه بشي لغة اللي مكن يهدرش فيها في المغرب ولكن باش أنني نقول نفرض مثلا نقول لواحد ما تهدرش بالأمازيغية أنا غادي نستعمل ليه غادي قول هذا هدره أنا غادي نهدر بالأمازيغية هذا بادي نسويتش الأمازيغية أما تهدر مثلا بالفرنسي ولا لغة أجنبي أخرى بطبع الحال ما في اللايف عندي أنا ما مسموحش به تهدر بالدريجة ما عنديش مشكل بالفوص حاجة ما عنديش مشكل خصت تكون غير ضابطها يعني أما إلا كان ضابطها الواحد ماشي مشكل أما إلا كان غير بيهدر بها باشي بدي يدير الأخطاء الإمنائية ولا الأخطاء التركيبية وذلك شيء أو إذنية غادي تهدر بتتهدر أنت بتتطلع مثلا سي أريدواني بتتطلع تعبر على الفكرة ديالك سواء بالدريجة ولا بالفوصحة ولا حتى باللهجل ديالك ما عنديش أنا مشكل بادي تطلع مرحبا وآلف مرحبا وطبع الحال في إطار الاحترام وفي نفس السياق ديال الموضوع كما قلت يعني ما ما عنديش مشكل مع مع اللغات اللغات التضربية ما دم هي من اللغات الوطنية عندنا في المغرب ترجمة نانسي قنقر